اهلا بكم مشاهدين الى حوار اقتصادي جديد عبر الميادين شكلت الجزائر والمغرب محطتين رئيسيتين على مفكرة رئيس الحكومة الروسية ديمتري مدفداف خلال زيارته الهمة الى المغرب العربي اوائل هذا الاسبوع بين الاقتصاد والاتفاقيات والتعاون المشترك والثنائي تطل السياسة وصراع المحاور برأسيهما فاكتسبت الزيارة بعدا سياسيا واستراتيجيا في الجزائر توجد زيارة مدفداف بالتزام الطرفين بتعزيز علاقتهما الاستراتيجية والتوقيع على خمس اتفاقيات للتعاون ومواصلة تنصيقهما من اجل ضبط واستقرار سوق النفط الذي يبقى اهم مورد لاقتصاد البلدين اما في المغرب فقد تم توقيع احدى عشرة اتفاقية ثنائية في مجالات عسكرية وامنية وقطاعات اقتصادية وتجارية اتفاقات اتكأت على تبادل تجاري بلغ ذروته هذا العام مع رقم هو ملياران ونصف مليار دولار ما ان يصل مدفداف الى موسكو حتى يلحقه رجال اعمال جزائريون بغرض دراسة فرص التعاون والشراكة مع الشركات الروسية ونظرتها الجزائرية هي اولى ثمار الزيارة ربما روسيا في الجزائر والمغرب اي ابعاد لأي اهداف واي اتفاقيات لأي غيات مع ضيفي الحوار الاقتصادي لهذا الاسبوع من موسكو ينضم الينا سيرجي ستروكان وهو كاتب في القضايا السياسية والاقتصادية الدولية بصحيفة كومرسانت ومن الجزائر ينضم الينا ايضا الدكتور مهماه بوزيان وهو خبير في شؤون الطاقة اهلا بكما ضيفي الكريمين قبل الاستفاضة والبدء في هذا الحوار اسمحوا لنا ان نشاهد تقريرا من الجزائر لمراسلنا اسامة عبد النور يضيء على زيارة رئيس الحكومة الروسية ديمتري مدفيدف الى الجزائر روسيا في القارة السمراء وتختار الجزائر بوابة لدخول السوق المغربية والافريقية زيارة رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيدف الى الجزائر ومن ثم المغربي تحمل في اجندتها اتفاقيات تتجاوز سفقات السلاح الى قطاعات حيوية وستراتيجية كالطاقة النووية فروسيا عرضت رسميا دعم الجزائر في الاستخدامات السلمية لها هذه الظروف منها الايجابي ومنها غير الاقل ايجابي الايجابي ان بلدنا بلدينا عقد اتفاق صراك استراتيجية بين البلدين وهما يلفدان هذه السياسة زيارة مدفيدف اثمرت التوقيع على خمس اتفاقيات جديدة اظهرت اهتماما كبيرا بالاستثمار في قطاعات خارج المحروقات وصفقات السلاح نحن نحتاج الى شركاء نجحين وعلى طول المدى لنتمكن من تطوير التعاونين ونحن مصالحنا المشتركة في الاسواق العالمية ومع اصدقائنا الجزائريين سنحقق اهدافنا ولسيما ان علاقاتنا متميزة التبادلات التجارية بين موسكو والجزائر قفزت من ملياري دولار الى خمسة مليارات دولار حاليا خطوة تعكس ارادة اقتصادية وسياسية تريد موسكو من ورائها دعم الحليف التاريخي وبتالي تعزيز الحضور الروسي في المنطقة طبعا افريقيا بالنسبة للعالم مش بالنسبة لروسيا فقط مهمة جدا امريكا متواجدة بشكل كبير جدا في الدول الافريقية على الاقل من خلال الجارة المغرب النفوذ المغرب لا يكاد يخفى على احد في كثير من الجوانب المتعددة تبحث روسيا عن موضع قدم لها المغرب هو المحطة الاخرى لمدفاديف بعد الجزائر ملفات كثيرة معقدة تنتظر النقاش وايجاد ارضية لحماية الامن القومي المغاربي والافريقية الدور الروسي الاخذ في التصاعد وما يترتب عليه من العودة الى قواعده التقليدية في المنطقة المغاربية بوابة افريقيا يؤشران بحسب خبراء الى عزم موسكو على مواصلة توسيع دائرة حربها ضد الارهاب فضلا عن دعم حلفائها الاستراتيجيين في المنطقة سياسيا امنيا واقتصاديا أسام عبد النهور العاصمة الجزائرية الميادين يعني انطلاقا من هذا التقرير سوف أبدأ معك سيد ستركان من موسكو هل يمكن أن نصف زيارة مدفاديف الى المغرب والجزائر بالزيارة الاستثنائية والاستراتيجية والهامة ولماذا؟ لا شك في ذلك هذه الزيارة كانت استثنائية وفي حين أن مهمة رئيس الوزراء من فدف في البلدين قد ركزت على الجوانب الاقتصادية من أجل رفع مستوى العلاقات الاقتصادية والتبادلات التجارية ودعن أشدد أن هذه الزيارة الشرق أوسطية كانت استثنائية لأنها لم تتمحور حصرا حول الاقتصاد إذ تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة جاءت أقبى زيارة الملكة سعودي سلمان إلى موسكو وبالتالي علاقات روسيا بشق الأوسط في حالة من التغير والتطور والاستثنائي في هذه الزيارة إلى المغرب والجزائر هو أن هذين البلدين لم يرتهن يوما للأزمة السورية وذلك يعني أن العلاقة مختلفة مقارنة مع دول أخرى العربية لسيما الدول الخليجية والعلاقات مع البلدين هي على المسار الصحيح وأضرب لكم مثالا بالنسبة إلى العلاقة مع المغرب إذا ما نظرنا إلى العائدات التي أحرزت عام 2016 فقد ارتفعت ب27.3% بالنسبة إلى التبادلات التجارية مقارنة مع العام 2015 تخيل ذلك وليمكن لأي بلد آخر أقله بلد عربي يشهد على هذا القدر من التبادلات التجارية والقطاع التي شهد على النمو الأكبر والقطاع السياحي حيث ارتفع عدد السواح الروس أربع مرات مقارنة مع العام 2015 إضافة إلى ذلك العام الماضي في الواقع كنت متواجدا في موسكو وقد عملت كمراقب لمجموعة من القمم والمنتديات الاقتصادية بين الروس وبين العرب والمغاربة ولقد تفاجأت فعلا بالمساعي الحفيفة لرفع مستوى العلاقات مع المغرب لسيما في ظل الأقوبات الغربية المفروضة على روسيا وذلك تجد مدين لإرسال المحصول الصراعي الروسي سوف نفصل أكثر في هذا الموضوع أود أن أسأل السيد بوزيان من الجزائر أشار السيد ستركان إلى أن الزيارة أكثر من طابع برأيك لم تكن الزيارة اقتصادية محضة كان لها بعض الأهداف السياسية سيد مهماه بوزيان من الجزائر شكرا حقيقة أنا أنحى نحو هذا الاتجاه وهذه فرصة طيبة وجديرة بغية توضيح شيء أساسي أعتقد أن زيارة السيد رئيس الوزراء الروسي للجزائر أعتقد علينا أن نعود إلى بدايات سنة 2001 وهو أنها فطرة محورية وفطرة مفصلية بالنسبة لروسيا وأنا أريد أن أبدأ من نقطة مهمة جدا ممكن خارج حتى هذه الزيارة لكن في سياق الذي أريد أن أدعمه الكل أنه يعلم أنه في مارس 2001 كانت زيارة السيد خمينائي وهي أول زيارة إيرانية ذات مستوى عالي منذ سنة 79 ثم عقبتها مباشرة من في شهر أبريل زيارة فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وثم يوم 4 أبريل كان البيان التاريخي لإعلان شراكة استراتيجية بين الجزائر وروسيا وأعتقد أن العوامل التاريخية لأن الجميع يدرك أن حتى في الفطرة العصيبة التي مرت بها روسيا وتفك الاتحاد السوفياتي الجزائر لم تخطئ محورها ولم تخطئ معسكرها الجزائر تتوافق مع روسيا في العديد من القضايا على مستوى الطاقة أعتقد أن منتدى الغاس الذي تدعمه الجزائر وروسيا وطهران الآن هو مستقبل التطورات الطاقوية في العالم الجميع يعلم كذلك أنه حتى الملف السوري أعتقد أن الملف السوري كان ملفا محوريا بالنسبة لكامل المنطقة وحتى التغيرات الجوستراتيجية في العالم ودعم الجزائر لمنح الحل الذي ذهبت في روسيا ولذلك بالمختصر أنا أقول أنه الآن هذه الزيارة هي تشكيل لتشكل محور هام جدا ومحور استراتيجي على المستوى العالمي أنا أقول إذا كان مالك بن نبي كان تحدث في نيهات القرن الماضي عن محور طنج جاكرتا أنا أقول أنه الآن يتشكل في العالم محورا جديدا هاما هو محور الجزائر طهران موسكو هذا المحور الذي ينحرف قليلا نحو الثقل التركي أعتقد أنه والعلي من هنا إذا سمحتني أريد أن أعطي حتى مغزا ثقافيا لهذه الزيارة أنا أريد أن أستحضر هنا شهادة هامة جدا لمفكر فذو وهو المفكر العظيم على الشريعتي هذا المفكر الذي كان في بدايته مفكر ماركسي ثم كان ملهما للثورة الإيرانية وكان داعم للثورة الجزائرية وكان له صداقات كبرى مع الجزائر والجزائر هي التي تتوسط لإخراجه من السجن أنا أقول أن هذا المفكر أعتقد أنه هو نموذج الآن لبناء محور جوستراتيجي هام جدا يعيد التوازن ليس فقط المنطقة يعيد التوازن إلى العلاقات الدولية والتي ستصنعه محور الجزائر بوسكو طهران أعود إليك سيد سيرجيس تروكتان من موسكو أود إجابة مختصرة قبل الفاصل لو سمحت تحدث السيد بوزيان عن محور يمتد من إيران روسيا الصين المغرب العربي الجزائر برأيك هل نحن أمام محور بغض النظر عن الجانب السياسي أمام محور اقتصادي وهل لهذا المحور مقومات باستطاعتها أن ينافس بها أو يكون قطبا ورقما أساسيا في العالم الاقتصادي إجابة مختصرة لو سمحت في الواقع خلال سيارتي إلى الجزائر رئيس الوزهراء من فديفقة تحدث عن أبعاد جديدة بالنسبة إلى العلاقات بين روسيا والجزائر مع أنه لم يفسر تحديدا ما الذي يعنيه بالأبعاد الجديدة لأنه ألمح بكل بساطة أننا نتوقع مزيدا من الاستثمارات في القطاعات الهيدروكربونية والقطاعات الأخرى لكن بالنسبة إلى الجزائر تحديدا لا أعتقد أنه من الملائم تماما أن أتحدث حاليا عن إيران يجب أن نركز أكثر على العلاقات بين روسيا والجزائر وهي في مسار مستقل نوعا ما في حين أن بالطبع العلاقات بين روسيا وإيران تؤثر على الوضع هنا كذلك لكن على رغم من هذا الأمر العلاقات بين روسيا والجزائر تبقى مستقلة إلى حد ما وأشير إلى أننا في هذا العام احتفلنا بالعيد الخامس وخمسين لانتلاق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ومع كل ذكرى هذا يعطي زخما إضافيا للعلاقات الثنائية وبالنسبة إلى الأجندة الاقتصادية الثنائية كنت أراجع في الواقع لأحد مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي جرت توقيع عليها ولحظت أمرا مثيرا للاهتمام مفاده أن أحد أعضاء الوفد الروسي كان سيد ميخايل ماركيلوف وهو أحد أعضاء مجلس إدارة الشركات ترانس نيفت للطاقة وقبل ذلك كان يعمل أيضا كمبعوث رئيس بوتين إلى الشرق أوسط وبالتالي نحن لن نتحدث فقط عن مسؤول رفع المستوى بل عن شخص له طول باع في مجال ملفات الشرق الأوسط وقد سهم في التوقيع على مذكرات التفاهم مع الطرف الجزائري إلى جانب أن شركة ترانس آتم وهي الشركة الأساسية روسية المانية بالطاقة بالتالي المقدرات الزاخرة في الجزائر بالنسبة إلى تعسيز أواصر التعاون مع روسية لسيما أن أخذنا في الاتبار أنه حتى خلال زيارة السيد ميدفداف السابقة وكان تلك زيارته الثانية إلى الجزائر منذ سبع سنوات إلى الجزائر بصفته رئيسا للوزراء وقتها الطرفان قد لحظوا بشكل واضح أن القرن الـ 21 يجب أن يكون قرن الغاز والطاقة النظرية لهذا السبب التعاون الروسي والجزائري في هذا القطاع له تأثير كبير ومستقبل واعد جدا ووقتها لم يكن توقيع على اتفاقيات كبرى بجرى توقيع فقط على متكالات التفاهم إلا أننا نتوقع أن يتم التوقيع على اتفاقيات أهم في حين أن الألقاء تبقى على المسار الصحيح شكرا سيد استراكان أود إجابات مختصرة لو سماحت لدي ضيف أيضا من الجزائر سيد بوزيان أود أن أسألك رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أيحيا قال إن إعادة النظر في توسيع التبادلات التجارية مع روسيا يواجه صعوبات عديدة أشار إلى أهمية النقل البحري والمنافسة العالمية الشرسة على الأسواق الروسية هل توافقه على هذا الكلام؟ هناك صعوبات في التبادل التجاري بين الجزائر وروسيا لأسباب معينة؟ لا أعتقد ليست صعوبات إنما هي ظروف مرت بها روسيا وأيضا ظروف تمر بها الجزائر وأعتقد أنه لو نأخذ بمعقولية الواقع الاقتصادي الجزائري نحن الآن في الجزائر نتحدث عن بناء نمو لجنمو جديد الاقتصاد الوطني ينبني على التنويع ينبني على الصادرات خارج المعروقات ينبني حتى في إطار التنويع الاقتصادي على التنويع الطاقوي ولما نتحدث عن التنويع الاقتصادي أعتقد أن المفاوضات والحديث تمت حتى حوله ولعل حتى تصريحات السيد الوزير الأول الروسي أنه أشار بأن روسيا أنها مستعدة للعمل مع الشركاء الجزائريين في مجال الصادرات الفلاحية على الخصوص والأسواق الروسية أنها مفتوحة الأبواب للصادرات الجزائرية والعمل جاري بغية وضع الجوانب الفنية والتقنية لاستقبال هذه الصادرات الجزائرية أعتقد كذلك بالنسبة للملف الطاقوي نحن الآن الحديث يتم حول تعزيز المكامل الطاقوي الجزائر الحديث حول التنويع الطاقوي بناء منظومة طاقوية متنوعة مستقبلا أنه يشكل فيها الغاز الطبيعي حصة مهمة جدا كذلك الطاقات المتجددة وإدراج الطاقة النووية السلمية ولما نتحدث عن الغاز الطبيعي أعتقد أنه لروسيا والشركات الروسية أنها تجربة وتمتلك تكنولوجيا عالية وهنا أعتقد أستطيع أن أعطي مثال جدا لعل الجميع وكل الخبراء والمتتبعون يدركون أن من بين العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على روسيا خاصة في سنة 2014 هي بغية الحد من قدرات هذه الشركات لتطوير مكامل الغاز الصخري لكن الآن الأذبيات العلمية التي بين لدينا أن العلماء والخبراء الروس تمكنوا من تطوير تقنية جديدة وهي تقنية التكسير الكيميائي الحراري أو التشقيق الكيميائي الحراري والتي أعطت بنا 1.7 إلى 6 أضعاف بالنسبة لتقنية التشقيق الهيدروليكي وأعتقد أن الجزائر الآن مقدمة على تعزيز مكاملها التقوية والذهاب لاستغلال الغاز الصخري أعتقد أن التكنولوجيا وتجربة الشركات الروسية والعلاقات التاريخية في مجال التعاون التقوي أعتقد أنها ستفيد الجزائر كثيرا وأعتقد أنها تصحيحة سياسية هي حقيقة الأمور في اتجاه صحيح سيد ستركان أعود إليك من موسكو رئيس الوزراء الروسي ديمتري ماتفاداف كشف عن وجود مشاريع قيد التطوير بين روسيا والجزائر في مجالات صناعة الحافلات والقطارات إضافة لمشروع لإنتاج هيكل السيارات في المصانع الروسية ومن ثم تركيبها في الجزائر هذه المشاريع هل يمكن تطويرها أو توسيعها يعني هذه المشاريع البينية هل جرى تسهيل تطويرها وتوسيعها خلال هذه الزيارة التي قام بها ماتفاداف إلى الجزائر أعتقد أنه يشتر بنا أن ننظر إلى الوضع من منظور أوسع في الواقع إذا ما نظرنا إلى شركة غاسبروم التي وجدت نفسها في وضع صعب وكان لابد أن تجد تواجنا صعبا ودقيقا في غاسبروم إذا ما نظرنا إلى حالها في أوروبا الشركاء الأوروبيون باتوا ينظرون إليها بقدر كبير من التشكيك وحاولوا أن يفرضوا الضغوط على غاسبروم لأن اعتبرت جزءا من الأسلحة السياسية للكريملين بهدف فرض إرادتها على الشركاء الأوروبيين إضافة إلى ذلك إن تحدثتم إلى الخبراء الروس في مجال الطاقة والنقدين لهذا الموضوع سيقولون أن هذه الشركة غير فاعلة وغير فعالة ولكنها أن تتكايف وطبيعة السوق كل ذلك يعني أن غاسبروم يجب أن تنوع استراتيجيتها وهذا هام جدا بالنسبة إلى غاسبروم لتعطي أمثلات تفيد مثلا بأنها تسعى إلى التعاون مع بلدان أخرى مثل الجزائر وتفيد بأنها فعالة بما يكفي وأنها تملك المعارف والخبرات المطلوبة لاستخراج الغاز ولحفر أبال الغاز ونقله وهي تتمتع بشركاء غير منحزنة سياسيا فتضرب مثال الشراكة مع الجزائر للدلالة على أن السياسة يجب أن توضع جانبا والأعمال تبقى الأعمال سيد بوزيان أعود إليك إلى الجزائر بلادكم تسعى في السنوات المقبلة على تنويع مصادرها الطاقوية ولسيما الجديدة منها برأيك هل ستسمح مذكرة التفاهم التي حصلت في مجال الطاقة النووية المدنية بين محافظة الطاقة الذرية الجزائرية والشركة الروسية رسعاتهم هل هذه الاتفاقية تصب في هذا الإطار حقيقة الجميع يدرك المخطط الطاقوي السلمي الجزائري والذي انطلق منذ الزيد من الثلاث عشريات وهناك عمل بحث قائم وهناك حتى مشاريع كانت قائمة بغية إنتاج الطاقة انطلاقا من المصدر الطاقوي النووي وخاصة ونحن نعلم مشاريع تحلية المياه التي تحتاج إلى كميات وهي مشاريع أنها مستهلكة وشريها للطاقة أعتقد أنه الآن هذا بالنسبة لدينا مطمح مشروع وهو مطمح منذ عشريات من الزمن وكذلك هناك مكام هامة جدا لليورانيوم في الجنوب الجزائري وأعتقد أن مذكرة التفاهم هذه أنها سوف تمضي في الاتجاه الصحيح سواء بالنسبة للتقييم المكامل من حيث أنه الخام واستغلال وخاصة نحن نعلم جيدا التجربة الروسية الكبيرة خاصة في السلامة النووية لأن الآن النقاش العالمي الكبير لما نتحدث على موضوع الطاقة النووية هو مجال السلامة للمنشآت والسلامة للاستغلال وأعتقد أن هذا سيفيدنا كثيرا خاصة على الأقل في مرحلة تطوير معرفنا والمرافقة العلمية لهذه المشاريع سيد ستركان في المغرب كان لافطا ما قاله سيد مدفداف أن روسيا والمغرب دخلتا مرحلة جديدة من العلاقات بينهما منذ الزيارة الأخيرة للعاهل المغربية الملك محمد السادس إلى موسكو في العام الماضي برأيك هل ترى موسكو بالمغرب شريكا استراتيجيا في العالم العربي وأفريقيا بشكل عام بالطبع ومشددا أود أن أذكر المشاهدين أننا على مقربة من عيد آخر حيث نحن نقترب من العيد العشرين بعد الماء لإطلاق العلاقات التاريخية بين روسيا والمغرب العام المقبل تخيل ذلك وبالتالي يجري الإعداد لهذا العيد ولهذه الاحتفالية والمهم بالنسبة إلى موسكو وما يجعل من هذه السيارة لرئيس الوزراء زيارة ذات قيمة إضافية هو أن الزيارة لا تقتصر على العلاقات الروسية المغربية نعم عرفنا حوارا سياسيا غير منقطع على مستوى رفيع وقد زارنا جلالة الملك المغربي إلى جانب سيارة ميت فيدي في العام 2016 إلى المغرب وعرفنا كتلك إطلاق الشراكة الاستراتيجية كما ذكر الضيف الكريم لكن ما خلت ذلك ما أود أن أقوله أن المهم بالنسبة إلى موسكو هو الدلالة إلى هذه الصداقة بين البلدين كمثال إيجابي يجب أن تحتثي به الدول العربية الأخرى بالتالي روسيا تود أن تبعث برسالة للعالم العربي مفادها أنه يجب وضع السياسة جانبا يمكن أن نختلف في الأراء حول سوريا وإيران وملفات أخرى لكن عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد وبالتجارة روسيا هي سوق واسع ويمكن لهذه الدول أن تستفيد منه وأن تستفيد من انقلاب روسيا على الغرب بفعل الأقوبات وبالتالي هو عصر ذهبي للدول العربية كي تباشر العلاقات التجارية مع روسيا وأن تضع جانبا كل الخلافات السياسية وهذا أمر يزيد هذه السيارة أهمية بالنسبة إلى روسيا فيما لا أوضع إلى تغير بالنسبة إلى العلاقة روسيا بدول الخليج وزيارة كثالك جلالة ملك السعودي التاريخية إلى موسكو بالتالي روسيا بحاجة إلى مزيد من الأمثلة الإيجابية والمغرب تفي هذا الغرض بشكل منتاز لتظهر أن روسيا لازالت تملك مقدرات غير مستغلة بالنسبة إلى العلاقات مع دولي الشرق الأوسط والعالم العربي والتي لسؤال حق مؤخرا بدأت تبدو أنها قد وصلت حقا مسدودا سيد استركان في سؤال أخير لو سمحت عذر للمقاطعة تم توقيع أحد عشرة اتفاقية مع المغرب ما بين المغرب وروسيا برأيك هل هذه الاتفاقيات ستساهم برفع التبادل التجاري ما بين المغرب وروسيا وهو الذي شهد ارتفاعا كبيرا من نحو 200 مليون دولار عام 2001 إلى مليارين ونصف مليار دولار في العام الماضي هو رقم لافت ويؤكد العلاقة الاقتصادية باختصار لو سمحت لم يطبق سوى نصف دقيقة يجب أن ننظر إلى الوضع كما يحدث كما قلت العام الماضي شهدت العائدات التجارية اتفاعا بالنسبة 27.5% والأمل لا يرتبط فقط بالأرقام انظروا إلى المضمون فنحن نقوم بتنوي العلاقات والتبادلات كما قال ميتفدف من المجالات الواعدة بايع التكنولوجيا الروسية الخضراء إلى المغرب إضافة إلى مجال مصاعد الأسماك ومعالجة وتحضير الأسماك هذا القطاع وعجدة تنظر مثلا إلى إنتاج الزيتون وزيت الزيتون قد شهدنا على تنامي كبير في هذه التبادلات التجارية ورأينا مزيد من المنتجات المغربية في المتاجر الروسية ما كنا لنتخيل ذلك منذ بضع سنوات على سبيل المثال أعتذر لمقاطعتك ضيفي من العاصمة الروسية موسكو وهو كاتف القضايا السياسية والاقتصادية الدولية بصحيفة كوميرسانت كما كان أيضا معنا من الجزائر الدكتور مهما هو بوزيان وهو خبير في شؤون الطاقة أشكركم جزيلا على هذا الحوار مشاهدين الكرام إلى هنا وإنتهى هذا الحوار الاقتصادي نشكر لكم حسن المتابعة نلتقى الأسبوع المقبل مع قضية اقتصادية جديدة السلام عليكم اشتركوا في القناة